أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما آت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو آلم بمن ضل سبيله وهو آلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل خلاف مهين هماز مشاء بنميم منع للخير معتد نثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطون إِنَّا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذَ اقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أنغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم قل لكم لو لا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتنومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب لآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين يند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالوة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهموا أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعتن بصارهم تراقهم ذلا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي بتين أم تسألهم أجرا فهم من مغرام فهم من مغرام مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين